بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم مع رئيس الوزراء حيدر العبادي التطورات الأمنية في البلاد وآخر الاستعدادات لعملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش فيما تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها ضد داعش في نينوى أعلنت قوات مكافحة الإرهاب استعادتها السيطرة على المجمع السكني التابع لقاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل يأتي هذا في وقت قصفت فيه طائرات الجيش مواقع لتنظيم داعش في مطقة حمام العليل في الموصل ما أصفر عن مقتل عديد من المسلحين فضلا عن تدمير مقر ما يسمى إمارة البلدة ومقر الحسبة من جانبه أعلن قائد عمليات الأنبارة اللواء الركم القاسم المحمد ووصول تعزيزات عسكرية إلى قاعدة عين الأسد استعدادا لتحرير مناطق غرب العراق من الإرهاب مشيرا إلى أن هذه التجهيزات تأتي لتحرير مدن عنا وراوى والقائم وصولا إلى الحدود العراقية السورية من عناصر داعش إلى ذلك قال جبار ياور الأمين العام لوزارة البشمرقة في حكومة قلم كردستان العراق أن 50 ألف من قوات البشمرقة سيشاركون في عملية تحرير الموصل من قبضة داعش من جهة أخرى انتهت التظاهرة التي دعا إليها التيار الصدري في ساحة التحرير في بغداد اليوم بعد مغادرة زعيم التيار مقتدى الصدر الساحة التي وصلها للمشاركة فيها وطالب عنصار التيار في المظاهرة بضرورة محاسبة المقصرين من المسؤولين مهددين أيضا بأن إقالة الرئاسات الثلاث ستكون خيار التيار في حال تقصيرها